موسيقى موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في أرويقة رمضان وموعدنا اليوم مع ذكرى هلاك واحد من أخبث الشخصيات وأكثرها إجراما في تاريخ المسلمين هذا الرجل كان يهاجم قوافل الحجاج فيقتلهم وينهبهم ويلقيهم في الصحراء حتى يموتون من الجوع والعطش حتى تعطل الحج من العراق ومن البلاد المشرقية الإسلامية بفعل هذا الإجرام وهذا الرجل أنشأ مذابح كثيرة في العراق في البصرة والكوفة والأنبار واستطاع في كل مرة هزيمة جيوش الخلافة العباسية مع أنها كانت تفوقه عددا وعدة ثم ختم هذا كله بارتكاب الجريمة العظمى في تاريخ الإسلام جريمة اقتحام الحرم وقتل أهله ونزع الحجر الأسود فلم ينجو أحد منه ولو تعلق بأستار الكعبة ونزع كسوة الكعبة ومزقها وخلع باب الكعبة وهدم القبة المبنية على زمزم في ذلك الوقت وأخذ الحجر الأسود إلى بلاده وبعد حياة حافلة بالإجرام بدأها وهو في الثامنة عشرة من عمره أهلكه الله تبارك وتعالى في شهر رمضان من عام تلتمية اثنين وثلاثين للهجرة ولا يزال في الثامنة والثلاثين من عمره بعد عشرين سنة عصيبة على المسلمين جميعا ويعني كان المتوقع أنه لو عاش أكثر من ذلك لتمكن القرامطة من السيطرة على بغداد عاصمة الخلافة العباسية طبعا عرفتموه هذا هو أبو طاهر القرمطي زعيم القرامطة الثاني في منطقة شرق الجزيرة العربية فتعالوا نتعذوا بحكايته القرامطة القرامطة بداية من أخبث الفرق الكفرية التي ظهرت في تاريخ الإسلام وهذه الفرق ارتكبت من الجرائم ما لم يرتكبه غيرها يعني تقارن بالمغول واستنزفت من المجهود الإسلامي طاقة هائلة ولم تنتهي إلا بفضل الله تعالى بإهلاكه لزعيمهم هذا أبو طاهر نحن أشرنا إشارة سريعة إلى الحركات الباطنية والهدامة في الحلقة العاشرة من البرنامج لما تحدثنا عن اغتيال الوزير السلجوق العظيم نظام الملك الطوسي ونحاول في هذه الحلقة أن نلقي بعض الضوء عليه القرامطة فرع من الحركات الباطنية التي تسترت بالتشيع وهي تبطن الكفر والزندقة نحن قلنا أن هذه الحركات تؤمن بأن الدين ظاهر وباطن فبالتالي كانت زنادقة هؤلاء يتسترون بالتشيع ويغلون في آل البيت وإمة آل البيت ويعتبرون أن عندهم وحدهم الدين الباطني والمعنى الحقيقي وأن كل ما يعرفه الناس هذا مجرد قشور وظواهر فالمهم هذه الفرق الباطنية من أخبث من ظهر فيها فرقة القرامط هؤلاء بدأ ظهورهم العلني بدأوا في أواخر القرن الثالث للهجرة يعني حوالي 278 للهجرة وهذا الظهور كان بعد أعوام من العمل السري تبدأ أصل القصة أنه لما مات الإمام جعفر الصادق انقسم الشيعة فبعضهم رأى أن الإمام تنتقل منه إلى أكبر أبنائه الأحياء اللي هو موسى الكاظم وهؤلاء هم الذين عرفوا فيما بعد باسم الإمامية الإثنى عشرية طيب رأى بعضهم الآخر أن الإمام تنتقل إلى أكبر أولاده حتى لو كان أولاده قد مات يعني إلى إسماعيل ابنه إسماعيل طيب ولأن إسماعيل قد مات بالفعل يعني مات في حياة أبيه جعفر فالإمام تنتقل من إسماعيل إلى ابنه محمد بن إسماعيل وهؤلاء الذين عرفوا في التاريخ بالإسماعيلية فإذن لدينا فرقتين فرقة إمامية إثنى عشرية نقلت الإمام إلى موسى الكاظم وفرقة نقلت الإمام إلى محمد بن إسماعيل وعرفوا بالإسماعيلية هذه الفرقة الإسماعيلية هي التي حققت أكبر نجاح في تاريخ التشيع لما أنشأت أكبر دولهم وأخطرها في ذلك الوقت اللي هي الدولة العبيدية الفاطمية نشأت في تونس وتمددت في المغرب ثم اتخذت من مصر فيما بعد عاصمة وسيطرت على الشام والحجاز أيضا وهذا طبعا قبل أن تنجح الإمامية فيما بعد في إنشاء الدولة الصفوية بعد ذلك بستة قرون في إيران المعاصرة طيب مع أن هؤلاء القرامطة حاولوا البدء في العراق إلا أنه يقضت والي البصرة في ذلك الوقت جعلت هذه البزرة تنتقل من العراق إلى بلدة أخرى اسمها سلامية وهذه في مدينة قرب اللاذقية الآن في الشام لكنهم اجتذبوا شخصية خطيرة جدا وموهوبة جدا كوفية من العراق كان اسمه حمدان وهذا لقب بقرمط قرمط هذا صار رئيس الدعوة بعد وفاة مؤسسها ونقل الدعوة إلى تنظيم دقيق وخطى بها خطوات واسعة حتى نسبت هذه الحركة إليه فصار يقال القرامطة طبعا تطور أمرهم وانتشر وبعد كده الجماعات السرية بدأت في الانقسام وحصل تضارب بين بعض الناس في الزعامة وغيرها لكن ما يهمون الآن أنهم انقسموا إلى جماعتين كبيرتين جماعة في الشام قرامطة يعني كان نشطهم في الشام حول مدينة سلمية التي نتكلم عنها هذه وجماعة في شرق الجزيرة العربية وكلتا الفرقتين أثخنت في المسلمين وقتلت منهم الألاف لكن جماعة الشام كانت أسرع في الظهور والعلنية والمواجهة لأنها استغلت ضعف الدولة الطولونية كان الشام في ذلك الوقت تابع للدولة الطولونية التي كان مقرها في مصر التي أسسها أحمد بن طولون والخلافة العباسية أيضا في ذلك الوقت كانت أحسن حالا مما ستقول إليه فاستطاعت الخلافة العباسية يعني طبعا بعد جهد وحروب ومعارك استطاعت أن تقضي على قرامطة الشام الذي يهمنا الآن يعني في موضوع الحلقة هو الجماعة الموجودة في شرق الجزيرة العربية هذه وصلت زعامتها إلى أيضا رجل خطير يدعى أبو سعيد الجنابي هذا الرجل كان من الكفاية والكفاءة بحيث ظلت جماعته ساكنة تعد العدة حتى بلغت من الخطورة ما هدد عاصمة الخلافة تهديدا لم يسبق له نظير أبو سعيد هذا وضع نظام حربي لدولته الموعودة المرتقبة التي يؤسسها استطاع إعداد جيش قوي وجند الأطفال وتولى تدريبهم لكن حصل خطأ أمني فانكشفت بذرته هذه فقرر الانتقال من العراق إلى شرق الجزيرة العربية في يعني نستطيع القول الآن أنها منطقة الهفوف الموجودة في المملكة العربية السعودية ومن هناك بدأ في التوسع استود على البحرين بسهولة وهاجم القطيف وكان يعتمد طريقة بث الرعب فكان دائما يعني استيلاؤه يساوي مذبحة ضخمة فكان يرتكب المذبحة لأجل أن يبث الرعب في قلوب المدينة التي سيتوجه إليها فحتى أنه لما سمع والي البصرة بأنه سيتوجه إليهم جيش القرامطة بقية أبو سعيد أنفق كل طاقته في تجديد صور البصرة صحيح صارت المدينة نفسها مدينة البصرة منيعة لكن الأنحاء المحيطة بالبصرة لم ينقذها شيء من غارات القرامطة وأرسلت الخلافة جيشا فهزم وأسر قائده وأبو سعيد قتل كل الأسرى أمام عين هذا القائد ثم قتله بعد ذلك لكن بعد ثلاث سنوات يعني الخلافة حققت عليهم انتصارا قويا واستطاعت أن تقتل في هذا الانتصار الرجل الثاني في قيادة القرامطة لأنه في ذلك الوقت كانت الخلافة يعني تعيش لحظة قوة بين لحظتي ضعف لحظة القوة هذه كانت مع الخلفاء يعني أصحاب الأسماء المعروفة يعرفهم الباحث في التاريخ العباسي المعتضد بالله وابنه المكتفي بالله هؤلاء كان خليفتان قويين فهما استطاع أن يعني أن يمسكها بزمام الدولة لفترة من الفترات وفي هذه الفترة استطاعوا بالفعل أن يصدوا وأن يقضوا على الكثير من خلايا القرامطة في الشام وفي العراق وفي الفارس لكن لما مات المكتفي اللي هو الخليفة المكتفي بالله مات وهو عمره 29 سنة تولى بعده كان المكتفي هذا لديه مرض تضخم الغدة كان العرب يسمونه داء الخنزير لأن الرقبة حين تتضخم يبدو وكأن الإنسان يعني يشبه الخنزير فهو مات فعلا صغيرا فتولى أخوه الصغير بعده المنقب بالمقتدر بالله ولم تولى كان عمره 13 سنة بس وعرف عهده بعهد النساء لأنه طبعا تحكمت فيه أمه وتحكم فيه الوصفاء وطبعا يعني كانت مشكلة ستلقي بآثارها على كل الخلافة العباسية فدخلت الخلافة العباسية في طور جديد من الضعف وهذا أعطى الفرصة للقرامطة في الظهور من جديد بل والظهور بقوة أشد إذن المكتفي بالله استطاع القضاء على قرامطة الشام وبعد ست سنوات من وفاته وقعت الحادثة الخطيرة عند قرامطة شرقية الجزيرة العربية الذين نتكلم عنهم استطاع خادم لأبو سعيد الجنابي اللي هو قائد القرامطة أن يغتاله هو وأربعة من كبار الزعماء الكلام ده في سنة 301 للهجرة شوف القائد غتيل ومعه أربعة من كبار القادة فالمفترض يعني أن ينفرط العقد لو لا أن أبو سعيد الجنابي كان قد أنجب شخصية في غاية الخطورة هو ولده أبو طاهر القرمطي الذي تولى من بعده وكان في ذلك الوقت في الثامنة عشرة من عمره كان شجاعا جريئا زعيما داهية حتى إنه استولى على القيادة من أخيه الأكبر وأخضع بقية الزعماء واستطاع بالفعل أن يحكم قبضته وكان من سياسته أنه سكن الأمور مع الخلافة العباسية بعد عشر سنوات من هذه الحادثة يعني حوالي 311 وقعت حادثة خطيرة أخرى هذه إن شاء الله نراها بعد هذا الفاصل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما زلنا نحكي معكم في قصة القرامطة في ذكرى هلاك زعيمهم الشاب أبو طاهر القرمطي قلنا إنه أبو طاهر استطاع أن يسيطر على قيادة القرامطة بعد الاغتيال المفاجئ لأبيه ولأربعة من قيادات أركانه وأنه استولى على هذه الزعامة حتى من أخيه الأكبر واستطاع بالفعل أن يسكن الأمور يعني مع الخلافة العباسية فترة لكن ما هي إلا عشر سنوات من توليه حتى بدأت ناره فسنة 311 استيقظت الخلافة العباسية على اجتياح وحشي مفاجئ في البصرة كانت مذبحة قل مثيلها وهذه المذبحة يعني اهتز لها العراق كله وما هي إلا شهور حتى هجموا قافلة للحجاج العراقيين كانت عائدة من مكة لأن هذا كان في شهر المحرم فالقافلة كانت عائدة من مكة فنهبوهم وقتلوهم بالسيف وأسروا منهم ألفين وتركوا باقي الحجاج في الصحراء بلا أكل ولا شرب إلى أن هلكوا من الجوع والعطش وفيما بعد أطلق أبو طاهر هؤلاء الأسرى برسالة إلى الخلافة يطلب فيها أن يكون والياً على البصرة والأهواز اللي هي الضفة الشرقية من الخليج العربي طبعاً لما رفضت الخلافة طلبه نفذ غارة أخرى على الحجاج القادمين من العراق ومع أن هذه القافلة كانت محمية بفرقتين من جيش الخلافة إلا أنه هزمهما هزيمة شنيعة وأيضاً ارتكب ما استطاع من القتل والنهب للحجاج الحالة الضعيفة التي كانت فيها الخلافة العباسية في ذلك الوقت وفرت فرصة خطيرة للقرامطة لأنه الخلافة في ذلك الوقت كانت منقسمة الأجنحة بين الوزراء وكذلك قادة الجيش ووقع فيها انقلابات داخلية على الخلفاء والوزراء وهذا كله كان يزيد من فزع الناس ورعبهم لأن القرامطة لا سيما مع صغر سن القائد وكونهم يستطيعون أن يهزموا الجيوش التي تفوقهم عدداً وعدة فكان هذا أيضاً مما ينشر الفزع والرعب ويزيد من قوة القرامطة بعد هذه المذابح نستطيع أن نقول تكهربت الأوضاع في العراق سرى في الناس ما هم فيه من الرعب وتوقف الحج في الأعوام 312 و 313 للهجرة لأنه لا يستطيع أحد من الخلافة العباسية أن يحمي قافلة الحج وأبو طاه القرامطي بعدما كان يهاجم الحجاج أعلن أنه سيقصد إلى مكة فلما أعلن ذلك انتشر فيها الرعب والفزع وهرب كثير من أهل مكة إلى الطائف وفيما بعد ذلك سيطر القرامطة على الكوفة وأيضاً هزموا جيشاً كبيراً للخلافة العباسية وانتشروا في الأنبار وبهذا بقيت بغداد عاصمة الخلافة تحت التهديد يشوف لولا إنه بغداد كانت محاطة بأنهار لما نجت من القرامطة يعني الجيش الرئيسي للخلافة العباسية الذي كان يقوده قائدها الشهير مؤنس الخادم مؤنس لم يستطع يعني لم يجسر على أن يهجم القرامطة بل احتمى خلف هذه الأنهار وركز جهده أن لا يسمح لهم بالعبور أربعين ألفاً من خلاصة الجيش العباسي كانوا يحتمون خلف النهر من ثلاثة ألاف من القرامطة ولولا هذه الأنهار لم يستطع أحد أن يرد القرامطة حتى أن المقتدر الخليفة تنسب له كلمة يقول فيها لعن الله نيفاً وثمانين ألفاً يجلزون عن ألفين وسبعمائة هذا الجيش أربعين وما سبقه طيب صحيح أن القرامطة لم يشتحوا بغداد لكن صارت لهم اليد العليا في البلاد فكانوا يعيثون فساداً في أنحاء العراق وفي الجزيرة الفراتية أيضاً وعلى الجهة الأخرى ما زالت الانقلابات الداخلية تتكرر في بلاط الخلافة العباسية فيعني لم يجعلهم هذا التهديد يذهبون إلى التوحد أبداً بل ما زالت الانقلابات تتكرر في قصة لا يتسع لها المقام الآن المهم أن أبو طاهر القرمطي أعلن ولأه لي الخليفة العبيدي الفاطمي وهو أول خلافين في ذلك الوقت كان اسمه المهدي واتخذ عاصمته المشهورة المهدية في تونس الآن فصار للدولة العبيدية ذراع قوي مكين في شرق الجزيرة العربية بل وفي قلب العراق بالقرب من عاصمة الخلافة العباسية نفسها الآن في عام نحن يعني في عام 317 للهجرة وهنا هذا العام هو الذي شهد الجريمة الشنعاء التي ارتكبها أبو طاهر ولم يسبقه إليها أحد في تاريخ الإسلام اجداح مكة في موسم الحج يعني يوم التروية اللي هو يوم 8 ذي الحجة اجداح مكة قتل الحجاج نسع كسوة الكعبة ومزقها خلع باب الكعبة هدم قبة زمزم المبنية على البئر ألقى في القبر ألقى في البئر الجثث اقتلع الحجر الأسود يعني لدرجة أنه يعني الذي اقتلع من جنوده الحجر الأسود كان يقتلعه وهو يصيح أين الطير الأبابيل أين الحجارة من سجيل هذا يدلك على ما هم فيه من الكفر وفعلا أخذوا الحجر الأسود معهم إلى يعني ديارهم ونهبوا ديار أهل مكة وقتلوا من أهل مكة خلقا كثيرا حتى أن بعض التقديرات تقول بأنهم قتلوا ثلاثين ألفا في ذلك الوقت ابن كثير الإمام المؤرخ الفقيه المحدث المشهور كان يقول ألحد هذا اللعين في المسجد الحرام إلحادا لم يسبقه إليه أحد ولا يلحقه فيه أحد وسيجازيه الله على ذلك الذي سيعذبه عذابا لا يعذبه أحد وسيوثقه وثاقا لا يوثقه أحد طبعا هذا الحدث تزلزل له عالم الإسلام كله وافتضح به أمر القرامطة لمن بقي في نفسه ذرة من الشك أو حتى من البصر والعقل فعلم القاصي و الداني أنهم على غير ملة الإسلام وأنهم خارجون عنها بالكلية بل حتى أنه التهم والشبهات طارت إلى الخليفة المهدي العبيدي نفسه لأنه هو الذي يعني هؤلاء إسماعيلية وهؤلاء إسماعيلية فهو رأس الإسماعيلية يعني رأس المذهب الإسماعيلي وصاحب دولتهم وخليفتهم فتوجهت إليه التهم أيضا وحتى لأن القرامطة أعلنوا ولأهم له فأرسل المهدي إلى أبي طاهر القرمطي ينكر عليه ما فعل وبل يلومه ويلعنه ويقول له لقد ألحقت بشيعتنا ودعاة دولتنا اسم الكفر والإلحاد بما فعلت وإن لم ترد على أهل مكة وعلى الحجاج ما أخذت منهم وإن لم ترد الحجر الأسود إلى مكانه وترد كسوة الكعبة فأنا بريء منك في الدنيا والآخرة طبعا أبو طاهر حاول أن يعني يتوازن فرد بعض الأموال لكنه ما طل فيه رد الحجر الأسود ويعني زعم بأن الكسوة الكعبة وأموال الحجاج خلاص تفرقت بين الناس وضاعت فأنا لم يعد يمكنه ردها طالما بقيت الخلافة ضعيفة بقيت قوة القرامطة حاضرة إلى الدرجة أن الخلافة اعترفت بهم بالفعل على المناطق التي تحت نفوذهم بل وتطور الأمر فصاروا قوة تدخل على خط الصراع بين الأمراء العباسيين وبعض الأمراء أهدى لأبي طاهر القرمطي لما ولد له مولود أهداه مهدا من الذهب مرصعا بالجواهر يعني ما نسميه الآن سرير الطفل أو سرير المولود هذا الأمير أهدى لأبي طاهر حين ولد له مولود سريرا من الذهب مرصعا بالجواهر حتى من الله تبارك وتعالى على المسلمين بهذه الوفاة المبكرة لزعيم القرامطة لهو أبو طاهر وكانت في رمضان سنة 332 للهجرة وفقد القرامطة هذه الشخصية القوية ومن بعدها بدأت شمسهم في الغروب وكدليل على قوة هذا الرجل أنه تولى أمر القرامطة من بعده مجلس قيادي يعني لم يتولهه واحد إنما تولهه مجلس قيادي من الإخوة الباقين لأبي طاهر كان له أربعة إخوة ومعهم كان سبعة من القادة العسكريين فهؤلاء الأربعة وهؤلاء السبعة يعني تولوا أمر إدارة القرامطة وهذا يدل على يعني مقدار الفراغ القيادي الذي تركه أبو طاهر قصة القرامطة من القصص البليغة التي يعني نرى فيها أن الغلو يؤدي إلى الكفر ونرى فيها أيضا أن الكفر يتستر بالغلو وحتى في تاريخنا الحديث وفي تاريخنا المعاصر قصص كثيرة تثبت أن الغلاه كانوا مطايا وكانوا مدخلا وكانوا غطاء لمؤامرات الكافرين والمفسدين فأول القرامطة يعني أول أمرهم أول فكرتهم أول تنظيمهم كان الغلو في أهل البيت وهذا الغلو كان مدخلهم في دعوتهم لكن ما فعلوه انتهى بهم إلى أن صار كل قادتهم ليسوا من أهل البيت يعني القرامطة لم يكن في قادتهم واحد من أهل البيت بل هم حاربوا أهل البيت وكانوا إذا دخلوا مدينة بدأوا بانتهاك حرمة الهاشميات يعني من يقرأ في تاريخ الطبري أو غيره من تواريخ ذلك الوقت يرى نمازج في غاية الألم والحصرة لما فعلوه بذرية أهل البيت وبنساء أهل البيت ويعني حتى أن الهاشمية المرأة الهاشمية كان ربما اعتدى على عرضها الجمع من البشر حتى إذا ولدت لم تكن تعرف من أبو هذا الولد يعني هذا كان إجراما شديدا ودرجة أن الإمام المؤرخ والإمام المعروف الإمام الجوزي الحنبلي العراقي البغدادي كان يقول بعدما تكلم في أخبارهم يقول فإذن القوم زنادقة لا يؤمنون بالله ولا يفكرون في أحد من الصحابة وينقل دليلا على ذلك أن أبو طهر القرمطي لما دخل الكوفة لم يزور فيها حتى قبر علي عليه السلام ويعني لم يفكر في أن يعني هو يقول أنه يعظم آل البيت فلم يفكر في تعظيم أحد من آل البيت فهذا دليل على أنه يعني حتى لما ذهب إلى كربلاء مثلا لم يفكر في أن يقف عند الحسين على نحو ما يفعله المتشيع على كل حال القصد هنا أن القرامطة كانوا قوما من الكفار والزنادقة الذين تستروا بالغلو في آل البيت والغلو كما يكون مدخلا لمؤامرات الكفار والمفسدين كما يكون مآله أيضا إلى أن ينتقل هذا الغالي إلى الخروج من الدين بالكلية نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم هذا الغلو وأن يحفظ علينا ديننا وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة